أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل ضمن برنامج الإثراء المعرفي لمنسو بها بعنوان مسارات السوق الخليجي المشتركة ويدف برنامج الإثراء المعرفي إلى توحيد الرؤى والأهداف وتدعيم قرارات وتوصيات لجان التعاون بالإضافة إلى تشجيع الوحدات التنظيمية على تقديم المبادرات والمقترحات وتركز الورشة على مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادية الخليجي والمواطنة الاقتصادية الخليجية في عدة مجالات كالتنقل والإقامة وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأشيطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار